السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حسين علي والفيديو ده هيكون بلاية سلسلة هنشرح فيها برنامج كونسايس بيم كونسايس بيم من أحد البرامج السهلة والبسيطة جدا ولكنه في نفس الوقت مهمة جدا وفيه مميزات كتير قوي خصوصا في مجال تصميم البريكاست كونكريت ستركترز البرنامج قادر أنه هو يصمم أنواع كتير جدا من البلطات والكاميرات زي مثلا الهولوكو سلابس والدابل تي سلابس والبوكس جيردرز وأشكال تانية كتير من أهم مميزات البرنامج هو قدرته على حساب الهكادة على خرصانة من أول مقطع كابلات البريسترسنج لجاية مركب البلطة أو الكاميرا التوعي يدخل مرحلة التشغيل قبل بنابتأ بس محتاجين نعرف إيه هو سكوب البرنامج أو البرنامج بيتعامل معي بالزبط من إثم البرنامج كونسايس بيم فهو بيتعامل مع بيم ليأوت سواء كانت سيمبل بيم أو بيم موس كانتليفر سواء كانت بيم موسينجل كانتليفر أو بيم موس دابل كانتليفر وحاجة تانية كمان مهمة هي ايه اوبشن للتسليح الموجودة في البرنامج ممكن استخدم تسليح عادي جدا أو استخدم كابلات بريسترسنج في الكاميرات أو البلطات اللي بيصممهم برنامج كونسايس بيم من إنتاج شركة بلاكمنت لو عايز تدخل تنزل البرنامج هتدخل على موقع الشركة blackment.com وتختار در اللود هتلاقي هنا كل الفرجينز المتاحة من البرنامج بتاريخ إصداراته هما كل فترة بيعملوا أبديت للبرنامج بحيث ان هما يصلحوا البرز الموجودة فيه لو موجودة أو يحسنوا الفيتشيرز الخاصة بالبرنامج لو عايز تعرف ايه هي الاختلافات ما بين الفرجينز المختلفة هتدخل على full list of changes هتلاقي هنا في documentation لكل الاختلافات ما بين الفرجينز يعني مثلا هتلاقي هنا بيقولك ان في رابع 2020 هيكون متاح version 4.64 وده الاختلاف بينه وبين الفرجينز وقبل كده انه هو هيكون بيحتوي على اخر تحديثات اكواد التصميم الموجودة او المتاحة في البرنامج لو عايز تنزل البرنامج هتدخل زي ما اتفقنا على download وتختار الفرجين اللي انت عايزه هتعمله download وinstall زي اي برنامج عادي جدا وبكده البرنامج هيكون متاح معك trial version لمدة 30 يوم بعد ما سطبنا البرنامج هتلاقي ده شكل الايكون بتاعته هنبتلي نفتحها مع بعض هتلاقي بيعمل loading لفترة صغيرة جدا يعني بعد كده هتطلع لك رسالة زي اللي احنا شايفانها داية بيقولك you are using an evaluation license for concise beam that will stop working in 30 days بمعنى ان هو بيقولك النسخة اللي انت تستخدمها داية trial version واعطوه معك بعد 30 يوم من الاستخدام هندوس اوكي هنلاقي البرنامج فتح بالشكل دوت هتلاقي البرنامج البرنامج الانترفيز بتاعه بسيط جدا مش محق خالص هتلاقي عبارة عن مجموعة قوائم ومجموعة ايكونز الايكونز هي هي اللي موجود في القوائم بس طبعا لسولة الاستخدام او التعامل هتلاقي عندك مجموعة القوائم الموجودة قائمة فايل القائمة الطبيعية اللي موجودة في اي بينامج بنتعامل معاه اللي هتلاقي فيها new open close save print او طبعا هتلاقي بعد كده قائمة edit هتلاقي فيها cut copy paste undo selection بعد كده option هتلاقي فيها general options الخاصة بالمشروع زي مثلا design code اللي بيستخدمها عندي في المشروع الوحدات سواء كانت مترج او imperial لو عايزة بدل بين الوحدات وبعضها من هنا كده بعد كده فيه calculation options والdeflection multipliers والload combination والauto save القائمة اللي بعد كده هي قائمة define ودي اللي بعرف منها المشروع بتاعي او المشكلة اللي انا بحول حلها يعني هتلاقي في الاول التعريف المشروع عندي ال data اللي بكتبها في المشروع بعد كده definition زي مثلا ال concrete material ال beam definition بعد كده بدخل على الاحمال وبدخل على التسليح وال design parameters قائمة solution دي القائمة اللي بتطلع منها نتائج المشروع بتاعك بعد ما تحله وبعد ما تقبلي عليه اللوز المختلفة او تحط التسليح ممكن تشوفها في شكل text reports او graphs بعد كده view options الخاصة بالبنامج وال window options بعد كده اخر قائمة اللي هي قائمة ال help ودي لو قفت طبعا في اي حاجة في اي بنامج في الدنيا فقط ان انت بتدخل F1 او تدخل قائمة ال help بداية وتسرش على المشكلة اللي بتابيلها بحيث تدور على الحل التاحها يعني افضل حاجة تتعلم بها البنامج ان انت تدخل في ال help بتاع البنامج ذات نفسه وتدور على ال guide اللي حطوا ليك الشخص اللي صنع البنامج ذات ان شاء الله هنحاول نغطي البنامج بشكل كويس يعني من خلال مجموعة امثلة هنتعرض لها في الفترة اللي جاية بشكل كامل وهنحاول نشرحها بشكل مفصل شكرا على المشاهدة ولو مهتم بالتوتوريالز اللي هقدمها الفترة اللي جاية ان شاء الله اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل وفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة